أهلا بحضراتكم الجديد معنا دلوقتي مع موجز الأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية أهلا بيكم الاتحاد الدولي للتاريخ والأحصى IFFHS أعلن التصنيف العربي والقاري والعالمي للأندية عن شهر سبتمبر وتصدر نادي بلمراس البرازيلي قائمة الأندية في تصنيف العالمي برسيد 322 نقطة وفي المركز الثاني فلمينجو البرازيلي وليفر بول الإنجليزي في المركز الثالث واحتلت شيلسي الإنجليزي في المركز الرابع برسيد 2191 نقطة أما النادي الأهلي المصري فوصل للمركز الـ 22 والنادي الأهلي أعلن التعاقد مع اللاعب شادي حسين لمدة 5 مواسم جاي من سراميكا كيلو باترا لتدعيم خط هجومه استعدادا للموسم الجديد النادي الأهلي قال في بيان رسمي أن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي أنهى كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب ومع نادي سراميكا كيلو باترا وده بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة وبيواصل إل سويسري مارسيل كولر المزير الفني للأهلي عقد جلسات خاصة مع اللاعبي الفريق بشكل يومي عشان يشرح خطة العمل اللي هيشتغل عليها في البرحلة اللي جاية وكمان عشان يحفز اللاعبين على أنهم يقدموا كل حاجة عندهم ويفزلوا أقصى جهدهم في التدريبات أما بقى اللاعبي فريق نادي الزمالك عملوا تأسيمة قوية خلال التدريبات اللي أقيمت مبارح على ملعب عبداللطيفة بورجيلا في مقر النادي وشهدت التأسيمة ظهور محمد عواد ويوسف إبراهيم أوباما وزكريا الوردي ومحمد عبدالشافي بمستوى جيد البرتغالي فريرح حرص على تصحيح بعض الأخطاء اللي ظهرت خلال التأسيمة للوقتي الزمالك بيستعد لمواجهة فريق ألكت سبورت التشادي اللي هتتلاعب يوم 18 سبتمبر في الكاميرون ضمن منافسات الذهاب لدور الاربعة وستين لبطول الدوري أبطال أفريقيا أما بقى فريق كورة اليد في نادي الزمالك حقق فوز مستحق قدام نظيره النادي الأهلي في بطولة السوبر المصري لكورة اليد وبنتيجة 27-23 بالنتيجة دي الفريق الأبيض بيتوج بأول بطولة سوبر مصري لكورة اليد في نسخته الأولى وفريق فيوتشر بيستعد لمباراة العودة اللي حيلعبها قدام فريق بول الأغندي اللي بيبحث خلالها عن حجز تأشيرة التأهل لدور التمهيدي الثاني مباراة فيوتشر وبول جينجا الأغندي حتتلاعب يوم السبت اللي جاي 17 سبتمبر الساعة 9 بالليل على ملعب السلام أما بقى المسؤولين في نادي أمبي نجحوا أنهم يمددوا عقد محمد حمدي لعب الفريق البترولي لمدة خمس سنين في إطار سياسة الفريق للحفاظ على اللاعبين المارزين جوى الفريق وخلينا نتحول للسكواش ورابطة اللاعبين المحترفين للسكواش البي اس اي اللي أعلنت التصنيف الجديد للعبات البطلة المصرية نوران جوهر لعبة وادي دجلة حفظت على صدارة التصنيف للشهر الخامس على التوالي من بداية تقدمها للصدارة في إبريل اللي فات وكمان مع أخبارنا كمان مستمرة ومصر حتستضيف منافسات البطولة الأفريقية لكرة السلة تلاتة تلاتة رجال واللي حتتلاعب خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاي والغاية يوم 5 ديسمبر نتحول بقى لأخبار اللي بنحبها خالص الدولي المصري محمد صلاح حتقلق المارح في تدريبات فريقه ليفر بول الختامي قبل مواجهة آيكس أمستردام الهولندي في المواجهة اللي حتتلاعب النهاردة الساعة 9 بالليل على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة التانية للمجموعة الأولى من بطول الدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي خوض محمد صلاح التدريبات في حالة فنية وبدنية قوية وده كان واضح في الصور اللي ظهر فيها أثناء التدريبات ونتحول لخبر تاني وتشافي هرنانداز المدير الفني لفريق برشيرونا الإسباني أكد أن البارسا قادر على تخطي بايرن ميونيخ الألماني في المواجهة اللي حتتلاعب النهاردة على ملعب إليانز أرينا وده في قمة منافسات الجولة رقم 2 من المجموعة التالتة من دور المجموعات لبطول الدوري أبطال أوروبا تشافي قال وصلنا الحالة جيدة وقدرين أن احنا نفوذ كمان جوليان نيجلزمان المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ تكلم عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة برشيرونا وقال احنا عارفين برشيرونا عندهم روح جديدة تماما وهم خصم قوي وقال كمان أن المباراة بشكل عام حتكون تقييم جيد لوضع الفريق وهدفه أنه يفوذ في مباراة إزدهام موسيقى